أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأشر وزير المالية في حوار مفتوح مع ممثل رجال الأعمال إلى أن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعالة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلية واستدامة المالية العامة للدولة مؤكدا العمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لافتا إلى خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستدمار المحلي والأجنبي ترتكز على التنافسية العادلة